السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة سهلة جدا وسريعة وهنعمل النهاردة الغداء رنجة وهوريكم طريقتي فيها وكمان ازاي بنظفها ولو عندك كمان كمية كبيرة قوي من الرنجة هتنظفيها بسرعة جدا وفي البداية كده جبت الرنجة وبدأت كده اشغل النار وبعملها كده على طول على عين البتجاز طبعا مش بتاخد وقت خالص وبتستوي بسرعة لو حابة بقى تعمليها في صانية زي ما تحبي بس الطريقة دي كده انا بفضلها وبعدين بقى في الاخر كده بنخسل بقى البتجاز كويس جدا بس على طول بتنظفي البتجاز لانك لو سبتيه فترة طويلة مش هيتنظف معاك بسهولة وكنت على النار التانية في نفس الوقت كده حتى طاصة آآ فيها زيت آآ سبته كده لحد ما يسخن عشان طبعا نعمل كده بطاطس جنب الرنجة خلصت بقى كده الكمية زي ما شايفين كده وهبدأ بقى انزل بالبطاطس انا طبعا مش عاملة كمية رنجة كتير عاملة كده اتنين بس بس هتشوفوا الكمية كده في الاخر قد ايه بقت كتير يعني بجد من الاكلات كمان الاقتصادية المغفرة اللي هتوفر معاك كتير سبت بقى البطاطس كده على النار وهبدأ بقى ااخد الرنجة زي ما شايفين كده القشرة بقت تتشال كده بسهولة هبدأ بقى كده اجيب الكيس اللي كنت جايبة فيه كده الرنجة وهبدأ بقى اقشر زي ما شايفين كده الجلد بيطلع بسهولة جدا يعني بجد في دقيقة كده كنت خلصتها بدأت كده استخدم المقص وبقص كده اول حاجة الراس وبعدين الديل وفي ثواني كده بتكون ندفت معاك هبدأ بقى كده اول واحدة بفتحها كده من الظهر زي ما شايفين وبعدين بطلع بقى السلسلة دي كده بتطلع معانا بسهولة واي شوك بقى كده هيطلع معانا بسهولة وبكده هتكوني ندفتيها بسهولة جدا وكمان من غير اي شوك فيها هبدأ بقى انضف كده اي زيادات فيها بشيلها وبتطلع معانا نضيفة جدا وبجد في ثواني كده بتكوني خلصتيها التانية بقى كده هفتحها من ناحية كده البطل بدأت كده افتحها زي ما شايفين كده وبطلع بقى كده اي اجزاء بتخلص منها بخليها كده نضيفة جدا وطبعا بالطريقة دي كده اي حاجة بتطلع معانا كده بسهولة وزي ما شايفين كده بنويتخلص كده من الشوك بسهولة قوي وكمان السلسلة اللي بتبقى كده في النص دي بتطلع معانا اللي هي بتبقى الشوكة كده كبيرة بتطلع معانا كده بسهولة وبتشيل بقى كل الشوك اللي هو بيبقى لازق فيها كده بيتشال برضو كده بسهولة قوي زي ما شايفين كده بتبقى بجد سهلة جدا ولو عندك اكبر كمية بقى من الرنجة بتخلص معاك كده بسهولة بتخلص بقى من اي حاجة كده بقى في نفس الكيس وبنرميها على طول هبدأ بقى اجيب المقص برضو هقطع بقى كده الرنجة للقطع كده صغيرة احسن بكتير بقى من انك تقطعيها كده بايدك هتتهري معاكي اكتر لكن كده بالمقص هتطلع معاكي كده كل قطعة بقطعتها كده متماسكة وهيكون شكلها احلى كده في التقديم قطعت بقى كده كل الكمية جهزت بقى كده شوية من الطماطم والفلفل الاخضر والبصل وزي ما تحبي بقى الاضافات دي انا بحب اضفهم بقى كده على الرنجة قطعتهم كده لقطع صغيرة بس البصل بقى بسيبه كده شوية كبير عشان طبعا لو حد مش بيحبه يقدر ان هو يتخلص منه كده بسهولة حطيت كمان رشة كده من الكمون رشة من الزيت ورشة كمان من الخل ممكن طبعا تدي في بقى لامون بقى اللي بقى كده كلهم مع بعض كواس جدا وكده بيكون جهز معنا طبق الرنجة زي ما شايفين كده الطبق ده بجد كبير قوي ودي كده الكمية اللي طلعت معنا من الرنجتين بس يعني حضرنا لغدى من كمية بسيطة قوي من الرنجة وزي ما شايفين كده الطبق طلع معنا ما شاء الله كبير كده طبعا عشان الخضار اللي احنا ضفناه قدمت كمان البطاطس زي ما شايفين كده وشكل الطبق طحفة جدا ما شاء الله كانت كمان الاكلة حلوة جدا زي ما شايفين كده الطبق ما فيوش اي شوك يعني كمان الطريقة دي بجد سهلة قوي وهتطلع معاك الرنجة طحفة وكمان سريعة جدا وكده نكون خلصنا غدا النهاردة ندخل بقى على الحلو هنعمل كده حاجة حلوة طحفة جدا في الجو ده بترطب كده في الصيف بجد هتعجبكم جدا وكمان سهلة وبسيطة ومكوناتها بجد سهلة جدا وفي البداية كده جبت بولا وضفت فيها بيضة حطيت عليها كيس من الفانيليا وحطيت عليها كوباية من السكر وهفضل اقلب بقى البيضة مع السكر مع الفانيليا كويس جدا بالمضرب اليدوي وزي ما شايفين كده ما استخدمناش ولا خلاط ولا مضرب كهرباء اهم حاجة بس نضرب كده كويس جدا لحد ما الخليط معانا يبقى لونه فاتح وكريمي كده زي ما شايفين اول ما الخليط يوصل معانا للشكل ده بضف له بقى على طول نص كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل ورشة بسيطة من الملح وبقلب المكونات تاني مع بعض لحد ما اتأكد كده ان كل حاجة اختلطت مع بعض كويس جدا وهبدأ اضيف الدقيق ضفت كوباية ونص من الدقيق ضفت الاول كوباية والنص كوباية تانية زي ما شايفين كده ربعها دقيق والربع التاني كاكاو عشان انا هعملها بالكاكاو ضفت كمان عليهم كيس من البكنج بودر او معلقة كبيرة وهقلب بقى الخليط كويس جدا لحد ما يختلط معانا وفي الوقت ده هنلاقي ان قوام الكيك تقيل شوية وده كده المطلوب هضيف بقى اخر حاجة كده نص كوباية من المياه المغلية زي ما شايفينها كده سخنة جدا وبضيفها كده اخر حاجة بقلب بقى كده كويس وبعدين هبدأ بقى اجيب كده صانية وده هنها بشوية صغيرين كده من الزيت وهبدأ انزل بقى بخليط الكيك زي ما شايفين كده وعلى طول بقى بندخلها فرن بيكون سخنة على درجة حرارة وسط او 180 بندخلها كده على الرف الاوسط بتقعد كده حوالي نص ساعة بالزبط وطبعا مش بنفتح عليها خالص الفرن قبل كده نص ساعة ولما بتطلع من الفرن طبعا بنغطيها على طول كده فوطة عشان تفضل معانا طرية وسيبت بقى الكيكا كده على جنب تبرد لحد ببدأ بقى احضر الكريمة اللي هحطها على وش الكيك وجبت بولا حطيت فيها كباية من الكريم شانتي حطيت عليها معلقة كبيرة من الكاكاو وهحط عليها كيس من الكريم كراميل ضفت كده البودرة بس بعدين هضيف عليها كباية من اللبن اللبن ده بيكون سقع جدا ممكن طبعا تستبدليه بالمياه والكريم شانتي اللي انا استخدمته كريم شانتي خام ممكن طبعا تضيفي سكر لو حبة بس انا استكفيت كده بالسكر الموجود في الكريم كراميل هنقلب بقى كده كويس جدا بالمضرب زي ما شايفين كده وزي ما شايفين كده الخليط او الكريمة بتبدأ تتكون معانا وبيبدأ يتقل الخليط زي ما شايفين كده بس اهم حاجة نقلب كويس جدا كل ما نقلب كده الخليط بينعم معانا وبتبقى الكريمة كده قوامها ناعم زي ما شايفين وخلاص كده الكريمة معانا جهزة هنبدأ بقى على طول نصبها كده على الكيكة طبعا الكيكة سبناها الاول تبرد عشان طبعا لو ضفنا عليها الكريمة وهي لسه سخنة الكريمة هتسيح معانا ومش هتبقى متماسكة ببدأ اسويها على الوش زي ما شايفين كده استخدمت بقى كده الجزء ده عشان طبعا اسوي بيه الوش كده اكتر ممكن طبعا تسويها بمعلاقة او بسكينة وجبت بقى كيس الكراميل اللي بيجي طبعا مع الكريم كراميل عملت بيه كده خطوط وخلاص كده بتكون جاهزة معانا هنبدأ بقى ندخلها التلاجة عشان طبعا الكريمة تتماسك معانا اكتر لو بدأنا نقطعها هادلوقتي هنلاقي الكريمة معانا مش متماسكة وهنلاقيها كده صيحة لازم طبعا نحطها في التلاجة اقل حاجة كده ساعة وده كده بيكون شكلها بعد طبعا ما قاعدت في التلاجة هنبدأ بقى نقطعها ونطلع كده القطع منها ونشوفها من جوة بجد تحفة جدا الطبقات زي ما شايفين كده وطبقة الكريمة متماسكة طبعا عشان حطناها في التلاجة بجد تحفة طعم الكيكا حلو جدا وكمان الكريمة طعمها حلو مختلف وجديد كده والكراميل مع الكريمة دي بجد تحفة جدا وما شاء الله كأنك كده بالزبط بتاكل جاتو وما حدش هيصدق خالص انها كيكا عادية بس بإضافات بسيطة جدا خلناها كده قطع من الجاتو تنفعك قوي بقى لو حبت اعملي كده تورتة ومش بتعرفي تزينيها اعملي بجد الكيكا التحفة دي انصحكم تجربوها بجد مش هتبطلوا تعملوها من حلوتها وكمان من سهلتها وكمان ما استخدمناش فيها بيت كتير كمان الكريمة ممكن مضفيش الكريم كراميل عليها ممكن بس تبقى كريم شنطي وهتبقى برضو تحفة جدا اتمنى ما يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة وتجربوها ان شاء الله ما تنسوش بقى لايك للفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك اشعار باي فيديو جديد واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة واسبكم في رعاية الله السلام عليكم